موسيقى الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف نشاطة مفصلة للأنباء نبدأها بالعنوين موسيقى زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يعتبر داعش صورة عن الإسلام الغاضب وحالة متوترة موسيقى حكومة الوفاق الوطنية الليبية تنتقد سيطرة حكومة الإنقاذ على مؤسسات الدولة بالقوة موسيقى واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوريا لإطلاق النار في اليمن من دون شروط مسبقة موسيقى موسيقى أهلا بكم قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إنه ليس ممكن تكفير تنظيم داعش وكل من يقول لا إله إلا الله في تصريحات إذاعية على هامش أعمال اجتماعي مجلس شورى الحركة وصف الغنوشي تنظيم داعش بالحالة الغاضبة والمتوترة وبأنه صورة من صور الإسلام الغاضب الذي يخرج عن العقل والحكمة هم حالة متوترة حالة غاضبة أنا لا أبحث لعن مبرر لهم ولكن أصف أصف بأنه واقع الدوعش وواقع صورة من صور الإسلام الغاضب صورة من صور الإسلام الذي يخرج عن العقل ويخرج عن الحكمة ولكن لا نستطيع أن نحن أهل السنة لا نكفر أحدا يقول لا إله إلا الله وإنما نصف نقول له أنت ظالم نقول له أنت مخطئ نقول له أنت متطرف أنت متشدد ولكن لا نستطيع أن نقول له أنت كافر وحول هذه التصريحات اللافتة سينضم إلينا لنفتح دائرة النقاش من تونس القيادة في الجبهة الشعبية وعضو المكتب السياسي في التيار الشعبي محسن النقاش كما سينضم إلينا أيضا عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسي حمزة حمزة الآن يجهز معنا السيد محسن النبتي وهنا بداية وبسؤال مختصر كيف تنظرون إلى هذه التصريحات وما هو المراد منها من قبل حركة وازنة في المجتمع التونسي وأيضا لها وزنها السياسي في تونس شكرا جزيلا الحقيقة هذا التصريح اللافت للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كان اليوم حتى على سلم النقاش في اجتماع مجلس المركزي للجبهة الشعبية مع الكتلة البرلمانية باعتبار أن هذا التصريح يأتي في سياق دولي وإقليمي سنأتي عليه في وقت لاحق راشد الغنوشي كان واضحا قال داعش هي الإسلام غضب يعني راشد الغنوشي يعتبر أن داعش هي الإسلام ولكن فقط هي تشوبها حالة من الغضب وكان واضحا في هذا بما يعني أن راشد الغنوشي يعتبر كل هذا الإجرام الذي ارتكب هذا التنظيم الإرهابي الذي نكل بالأسرة وفجر كل شيء أتى عليه يعتبره مجرد غضب ووصفها بأنها الإسلام وهنا تكمل الخطورة وأعتقد أنه مباشرة بعد هذا التصريح ماذا الذي حصل لأنه لا يمكن عزل التصريح عن السياق الدولي الذي يضع فيه الآن حصل أن الإخوان المسلمين عاودوا الانقلاب في ليبيا واستولوا البارحة على عاصمة رابلس بالقوة وبالميليشيات أيضا داعش تنسحب تلقائيا أمام جميع الإخوان المسلمين المدعومة من تركيا في شمال السوري أيضا هناك التوتر كبير جدا على مستوى المنطقة إذن أعتقد أن الإخوان المسلمين عادوا إلى اللعبة القديمة الجديدة وهي اللعب على وتر هذه الجماعات التكفيرية باعتبارها إلا مجرد قفز حديد إلى أكثر أو الأقل هناك أكثر النقطة ذكرتها في إطار ربما السياق الزمني الآن وكل هذه المستجدات سنتحدث أكثر في هذا الإطار فيما بعد لكن نبقى الآن في إطار التصريح بشكل مباشر وأنقل الهواء إليك سيد حمزة حمزة الآن أنت جاهز لتنضم معنا إلى هذه النشرة أهلا بك سيد حمزة حمزة وأنت أعضى مجلس شورى حركة النهضة التونسية سأسألك أيضا بشكل مباشر وواضح ما الذي يقصده ويريده السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من هذا التصريح في إطاره الزمني حتى لا يقصد أي شيء هذه القصد يعني هم وسئلة عن التكفير لهؤلاء الناس نحن حزب سياسي وراشد الغنوشي زعيم سياسي لا يرى وليس له أي موقع ولا له علاقة بهذه التكفير هذا كافر أو هذا مؤمن هذه الأمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى نحن نحكم على الأفعال فنقول هذا ظلم إرهابيون خارجون عن القانون قياسا على ما نعيشه في نظم الدولة نحن هنا لا أكثر ولا أقل فلا تحمل الأشياء أكثر من محاملها هؤلاء الناعقون التي تأتوني بهم وقابلهم من الجبهة الخراب هذه لا فائدة في أن أتي معهم ونتحدث معهم لا أريد أن أسمع هذا الكلام أصلا يعني سيد حمزة لماذا أنا أجد نفسي أمامه وناس لا يعقلون أبدا ولا يسمعون أصلا سيدي الكريم رجاء دعنا نناقش في هذا الإطار وفي هذه التصريحات نحن نستضيفك ويهمنا أن نفهم رأي حركة النهضة جيدا ونفهم في أي إطار تأتي هذه التصريحات غير معنية حركة النهضة غير معنية بتكفير أحد حركة النهضة ليست مفتي وليست مرجعية دينية حركة النهضة حزب سياسي تحكم على الأفعال وتدين السيء منها والخارج عن القانون وحركة النهضة حركة ديمقراطية تؤمن بالقانون وتؤمن بالدولة وتؤمن بالسلم لا أكثر ولا أقل إذا أردت معناها الحديث عن القتل فالكثير من من يقتل الآن في الأبرياء والمدنيين هل تكفرهم؟ المسلمون الآن في كل مكان غابة مكسرة يكسروا بعضهم بعضا تاريخيا 14 قرن من القرن الأول هناك خصومات هل يكفر الناس؟ هل يكفروا بعضهم بعضا؟ القضية ليست هذه فلماذا نحن نحمل الأشياء في غير محملها؟ لا نعتقد بأن هناك من يطالب حركة النهضة بتكفير أي طرف أو أي أحد هذا السؤال الذي طرح على الأستاذ هذا السؤال الذي طرح على رئيس الحركة نحن نسأل عن كل طرف عن رأيه رجاء في هذه التصريحات لأن حركة النهضة حركة وازنة سياسيا في تونس لها مكان فعلي وفاعل نريد أن نفهم أكثر لماذا هذه التصريحات من الناحية السياسية سأعود إليك لنتحدث أكثر في هذه التصريحات أعود إليك من جديد سيد النابتي طيب هنا أريد أن أثير لربما رأيي لربما كلام السيد راشد الغنوشي يعني يأتي في إطار محاولة تجديد رؤية الفكر الإسلامي لخلق مشروع نهضوي معين يعني نحن أمام واقع حقيقة منذ مؤتمر فرساي عام 1920 والأمة العربية العالم العربي لا يستطيع أن ينهض لا اقتصاديا ولا سياسيا غير مستقل بكل هذه الآراء وكل هذه المحاور وكل هذه المفاصل أيضا في الواقع على الأرض هذا ينهل منه لربما التطرف مما يؤدي إلى ظهور مثل هذه الحالات الغاضبة كما يراها السيد الغنوش ومن هذا الإطار هو يصرح بهذه التصريحات إذن لماذا أنتم الآن متهمون بأنكم تتحاملون على النهض؟ هو يبدو أنه ضيفك أيضا من الإسلام الغاضب لأنه مباشرة غضب وذهب يكيل التهم ورب يستر يعني أنه في آخر الحلقة بعد جبهة الخراب سيقول جبهة الكفار وتنتهي القصة ونحن إذن أمام داعش على الهواء مباشرة ولا فرق الآن نحن أمام إسلام غاضب فعلا وأمام داعش الغاضبة بعد أن كانت مستلقية منذ أيام وكان عليها أن يناقش الفكرة دون هذا الاتهام وغيرها ولكن لن أرد عليه لأنه من يخرب الآن أعتقد أنه ليست الجبهة الشعبية من استدعت حلف الناتو لليبيا ليمزقها أشلا وليست الجبهة الشعبية من استدعت كل شذاذ الأفاق لسوريا لتمزقها أشلا وليست الجبهة الشعبية من ذبحت في العراق وفي اليمن وفي مصر وفي غيرها وبالتالي أعتقد أنه نحن أمام فسحة أعطتها الإدارة الأمريكية وأعطاها الرعاة الحقيقيين لمشروع التخريب هذا أنه هذه مهلة من هنا إلى الانتخابات الأمريكية وحتى تستقر الإدارة الأمريكية الجديدة عليكم أن تتمكنوا أكثر في الأرض في كل مكان في ليبيا في سوريا في غيرها وبالتالي نحن أمام حالة هيجان وهذا الحوار راشد الغنوشي أعتقد ربما ضيفك ليس بحجم راشد الغنوشي وهو مجرد تاب على أكثر ولا أقل ولكن راشد الغنوشي أعتقد أنه وازن نريد أن نستثمت في هذا الحوار أكثر بعيدا عن أي مخاطرات ما بين الأطراف رجاء لو سمحت سيدي الكريم بما أن السياسات هنا في ميادين تنقل الصورة كاملة إذن لابد أن نذكر من هذا المنطلق بأن السيد الغنوشي قال أنا لا أبحث عن مبرر لداعش نحن نقول للتنظيم أنت ظالم ومخطئ ومتطرف ومتشدد لا سيدتي في القدس العربي قال أن هذا داعش الغاضب وقال أنه غاضب من بقية المسلمين هو غاضب من الشيعة وغاضب من العلويين وغاضب من غيرهم من المسلمين اقرأي الحوار جيدا لم يكن غاضب أن هذا الإسلام غاضب من أمريكا وغاضب من الصهيونية وغاضب من الاستغلال قال أنه غاضب من بقية مسلمين يقولون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كانت مذهبهم أو مهما كانت طوائفهم وبالتالي هو بمثابة صب النار على الزيت وأعتقد أن الرجل ووضعه في تونس وفي غيرها لا يسمح له بزلات لسان من هذا الحجم وهو يعني ما يقول والأيام القادمة ستؤكد أن هذا الحوار ليس منزوعا من سياقه الإقليمي والدولي بالنسبة للحركات الإسلام السياسي وتحالفها على ما بقي من المنطقة طيب ابقى معنا أنتقل إليك من جديد سيد حمزة حمزة سمعت الكلام الآن إذن هذا الكلام كلام السيد الغنوشي لا يمكن بطبيعة الحال أن نفصله عن السياق الزمني عن كل ما يجده وهناك نقطتان لافتتان حقيقة في كلام السيد الغنوشي يعني هو بالنهاية يتحدث عن داعش على أنه حالة مسلمة غاضبة في حين كل العالم الآن يعتبر هذا التنظيم تنظيم إرهابي يقوم على محاربته وإنهائه لأنه تفصيل تنظيم يذبح ويقتل بطبيعة الحال كل المسلمين ممن هم في غير فكرة يعني من غير المهم ماذا يمكن أن يكون هذا المسلم مجرد أنه ليس داعشي فهو سيقتل ويذبح ما علاقة الذبح والقتل ما علاقة الغنوشي نحن نتحدث في الإطار السياسي يا سيدي لحظة أختي لحظة ما علاقة كل هذا بالإسلام ما علاقة برجل يقتل الغير ويقول الله أكبر ويقول لا إله إلا الله نحن لسنا مسؤولين عن إيمانه ولا عن دواخله نحن ندير الإرهاب ونعتبر أن ما قامت به داعش في بلادنا هو إرهاب والظلم وخروج عن القانون وقتل الأبرياء وندير هذا في كل مكان من داعش أو من غير سمعني أختي اعتبره حالة عظيمة لا اعتبره إرهاب لا لا سمعني لا اعتبره إرهاب والغنوشي موقفه من الإرهاب واضح ووقف ضد الإرهاب بكل وضوح لا لبس فيه هو إرهاب ولكن الذين يركزون عن الإسلام ويركزون عن التكفير نحن لسنا معنيين بهذا وهل حركة النهضة معنية بما يجري في سوريا هل هي قادة العمليات هناك هل هي معنية بما يجري في ليبيا معنية بما يجري في ما نعرفش أنا في البولنور في القطب الشمالي والجنوبي حركة النهضة لا يعنيها حركة النهضة تدين في إطار في إطار رؤيتها للسلم الاجتماعي في إطار رؤيتها للحقوق في إطار رؤيتها للحقوق الإنسانية وفي إطار رؤيتها للعدالة الدولية والإنسانية فهي تدين قتل الأبرياء وتدين قتل المظلومين وتدين قهر الشعوب وتدين الإرهاب وتدين تخويف الشعوب نحن في تونس هذا الذي يتكلم معك ولا يبحث إلا خارج تونس اسأليه ماذا يفعلون في اقتصاد تونس واسأليه ماذا يفعل في الواقع التونسي اسأليه كيف أوقفوا كل ثروات تونس ودمروها اسأليه كيف استغلوا المنظمات الاجتماعية ودمروا بها البلاد نحن نبني التجربة الديمقراطية ونريد خرية لشعبنا ونريد تجربتنا أن تنجح وهؤلاء يبحثون عن أشياء العلاقة لها بناء يا سيد حمزة أنت الآن تشير بأصابع الاتهام الآن إلى ضيفنا من الجبهة الشعبية إذن أنت تتهم الجبهة الشعبية كيف هم فعلوا ذلك أنا لا أتهم أحدا أنا أتحدث عن واقع واقع السياسي في تونس هذا الذي يعنيني أما داعش فقد أدن إرهابها وندينه ونرفضه ولا نعتبر أنفسنا جزءا منها ولا قريبة منها أما قضية الإسلام فالإسلام فيه الأنواع كلها فيه من يصلي وفيه من يمشي عاريا وفيه من يقوم بالصيام وفيه من يقتل هذا هو دين الله سبحانه وتعالى والله هو المسؤول عنه وللبدس رب يحميه وللدين رب يحميه نحن لسنا مسؤولين عن تكفير الناس ولا عن الإسلام نحن مسؤولين عن ما نراه من أفعال نقيمها من موقعنا السياسي ومن منظور القيام الإنسانية العامة ندين هذا إرهاب وندين هذا ظلم ونقول هذا خارج عن القانون أكثر من هذا لا يعنينا شيء أن يكون هذا مسلما ويقتل الناس أو أن يكون هذا مسلما ويعدل بين الناس ما يعنينا هو الأفعال هذا هو فقط جميل وسأنقل هذه النقاط للسيد محسن النابتي الآن سيد حمزة حمزة عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية يقول بلسانه بأن داعش هو إرهابي يقولها بالصيغة السياسية ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ لا هو لم يقل داعش ريابي هو قال الجبهة الشعبية تعطل وتخرب لا وقال داعش إرهابي تقريبا نحن في المرحلة التي سبقت اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي بالضبط واليوم المجلس المركزي للجبهة الشعبية حذر من هذا وتدولنا في هذا الأمر وقلنا أن هذه اللغة ستعود قريبا وقد عادت على الهواء مباشرة الآن وأعتقد أن هذه الاتهامات التي كان لها هي نفسها التي أدت إلى الاغتيالات السياسية وأعتقد أن الجبهة الشعبية اليوم كان مجلسها المركزي لما ركز على هذا الحوار لم يكن مخطئا بالمرة خاصة وأن سيد حمزة حمزة وعضو مجلس شورى ويعبر عن الحركة أنها عادت إلى مهاجمة الآخرين وخاصة بالذات الجبهة الشعبية وتحميلها ما ليس فيها وبالتالي نحن الآن بدأنا في داعش الغاضبة يعني ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى أي كلام فاية على الهواء مباشرة معك لكن السيد حمزة حمزة فعلا قال بأنه داعش إرهابي الآن قال أنه داعش إرهابي وهو لا يدعو إلى اغتيال أي أحد في الجبهة الشعبية هذه حقائق لأننا نقوم بها على الهواء نحن لا نحل الكلام السيد حمزة حمزة مع كامل الاحترام لما قاله نحن نحلل ما ورد في كلمة الشيخ راشد الغنوشي حول هذا الموضوع قال أن داعش هذه إسلام غاضب أنا أقول أن لم يدمر سورة الإسلام عبر التاريخ مثل ما دمرها داعش هل أن الإسلام يبيح قتل الأسرة هل الإسلام الذي جاء وأثار وصلتنا في بابل وفي الموصل وفي الفراعنة في مصر وأثار كرطاج وغيرها التي الآن تدمر في تدمر وفي غيرها ما علاقة هذه داعش بالإسلام هذه داعش هي التمثل من تمثلات الإسلامية الصهيونية لا أكثر ولا أقل وبالتالي علينا أن نكون واضحين نحن أمام مشروع التخريب حقيقي ولم يشهد الإسلام قط في تاريخه مثل هذه المجموعة التدميرية نسبها إلى الإسلام وأنها مجرد مجموعة موتورة لا أكثر ولا أقل هذا أكبر دمار لحق الآن بالإسلام وبالمسلمين لكن لماذا يخيفكم هذا الخطاب للسيد الغنوشي وخصوصا بأنه عبر عقود كل الحركات لم تستطع أن تنهض بهذه الأمة يعني لا إن تحدثنا عن حركات الإسلام السياسي كما يسميها البعض ولا حتى عن الحركات القومية أو اليسارية هي لم تستطع أن تنهض بالواقع الاقتصادي ولا حتى السياسي للأمة مما أدى إلى الوصول إلى هذه المراحل لربما في بعض الجزئيات من الجهل الذي نهل من هذا الواقع الفوضوي والمتراجع للأمة نحن انتقلنا من موضوع إلى موضوع أعتقد أن لا نختلف أن هناك بيئة داخلية خلقت في عقود طويلة من التخلف ومن الاستبداد ومن غيرها وهناك عوامل خارجية ساهمت في خلق بيئة مواتية ولكن أعتقد أن هذا نختلف أيضا على أن الدراسات الغربية والصهيونية وغيرها تقول أن جزء من هؤلاء وليس كلهم صنيعة استخبارية وغيرها لتفتيت المنطقة وقع هذه موجة من ما يسمى بالحروب الجيل الرابع وبالتالي نحن غير مختلفين في هذا أيضا أن الحركات القومية أو الحركات اليسارية أو غيرها لم تنجح بما فيه الكفاية ولكنها لم تدمر بما فيه الكفاية يعني لم تشهد الحركات القومية ولا الحركات اليسارية لا ذبح الناس ولا قتلهم ولا سحلهم في الشوارع وإنما قامت بتعليم وقامت بصحة وقامت بعملية التحديث قد تكون فشلت هنا أو نجحت هناك ولكنها تجربة إنسانية راكمت مكتسبات الآن ما زالنا هي التي تدافع الآن في العراق وهي التي تدافع في سوريا وهي التي تدافع في اليمن وهي التي تدافع في تونس وفي ليبيا وفي غيرها عما بقية من الدولة الوطنية لو لا هذه المكتسبات المدنية والسياسية والعسكرية التي ركمها القوميون على كل ما أخطأوا فيه لما تحولت الأمة العربية إلى أمة هنود حمر منذ سنة 2013 الآن ما بقي من هذه القوى هو الذي حمام بقي من الأمة العربية بغض النظر عن التجارب هذه تجربة إنسانية تحتمل الفشل وتحتمل النجاح ولكنها ليست داعش وليست ما يجري الآن من تخريب وليست الإسلام السياسي أشكرك كل شكرا السيد محسن من الثابتي مسؤول الدائرة الإعلامية في الجبهة الشعبية كنت معنا من تونس تبقى معنا سيد حمزة حمزة وأتوجه إليك بسؤالي هل تعتقدون بأنه لربما كلام أو حديث السيد راشد الغنوشي كان ينقص أو يفتقر أكثر لربما إلى التوضيح لذلك فهم في إطار خاطئ خصوصا أن تنظيم داعش هو يعد أن يكون مجرد مجموعة مقاتلة أو مسلمة غاضبة من بعض ما يجري كان في العالم العربي بل هي لها لربما مرجعيات غربية صحيفة الڭاردين في نهاية السنة الماضية كانت تحدثت لربما عن ورقة نشرها داعش في 2014 تتحدث عن مبادئه بالتفصيل وعن دولة الخلافة بين مزدوجين كما يسميها نقطع الصوت نعم هل تسمعوني سيد حمزة حمزة هل تسمعوني الآن نعم أسمعك أسمعك لكن آخر كلامك لم أسمعه أنا أقول لك الغضب في كل الأفكار وفي كل المذاهب وفي كل التيارات حصل فيه بغضب ونسب إلى تلك الأفكار بجرائم كبيرة جدا الشعيون هذا الذي كان يتكلم ومرجعية يسارية حمراء إقصائية استئصالية هؤلاء نسوح تاريخهم الأسود نسوح تاريخ استالين خمسين مليون قتل من الشعوب المسلمة في القوقاز نسوح اليسار والشعوعية ماذا فعلت في بلدان الإسلامية في شرق آسيا لا يعنينا نحن هناك مذاهب متعددة يسرية وهناك نازية وكلها نسيبت إلى مذاهبها ولكن نسيبت إلى الحضارة الغربية ونسيبت إلى الشعوعية ونسيبت الإسلام وكانت غاضبة من واقعها ولكن دمرت كل شيء الآن أن تكون داعش من جملة الحركات التي ظهرت في تاريخ الإسلام حركات متعددة حملت السيف وقتلت ظلما وفعلت الأفعيل فهي في النهاية يقال لها أنها مسلمة أو أنها إسلام أو رجعتها للإسلام هذه حقيقة لا ننكرها أولئي الناس يتكلمون باسم الله ويتكلمون باسم محمد صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يريدون ولكنهم يفعلون عكس روح الإسلام يقتلون الناس ويمارسون الإرهاب ماذا نقول لهم؟ نقول لهم أنتم إرهابيون وأنتم ظلمة وخرجتم عن القانون وقتلتم الأبرياء أما أن نقولهم كفار فنحن لسنا مسؤولين عن ذلك فالتصريح رشد الغنوشي كان من هذا المنطلق لأن السؤال انطلق من هذه النقطة هل تكفر داعش أم لا؟ رشد الغنوشي ليس شيخا مفتيا يكفر الناس مهما كانت أفعالهم لأن الأفعال في الإسلام لا ندري هل هي تكفر أم لا تكفر الذي يكفر هو الشرك بالله الدماء سألت كثيرا في التاريخ الإسلامي والعلم اختلفوا في هذا الأمر فنحن غير معنين لمناقشة هذه القضية أصلا أما أن يربط في كل حديثه بالعراق وبسوريا ويربط بالإخوان المسلمين ماذا يعنينا نحن كرشد الغنوشي وكحركة النهضة هنا في تونس هذه الترعيات؟ نعم أبدا لم يجتمعوا لفائدة الشعب إنما يجتمعوا فقط لأنهم يتنفسون كره النهضة ويتنفسون عداوة النهضة ويتنفسون كرهم لهذا الحزب الذي لم يستطعوا أن ينافسوه لحظة واحدة في انتخابات طيلة هذه الفترة بعد الثورة لم ينافسوه إلا بقهر ابن علي لما كانوا مع المجرم ابن علي وكانوا يقدمون التقارير فينا وكانوا أزلامهم في الأمن يذبحنا هذا كله نسوه نحن الآن ندعو إلى الوفاق وندعو إلى الرحمة في تونس وندعو إلى بناء الدولة المسالمة نعم وصلت سكرتك السيدي الكريم أنهم يتكلمون في الكلام الخطأ في الوقت الخطأ ولا أتسور أن تصريح راشد الغنوشي يستطيع أن يكون برنامجا للقاء في أعلى سلطة في حزب معين إلا أن يكون هذا الحزب تافه لا قيمة له ولا عثر له في تونس إلا فساد لا نريد أن نستخدم هذه المصطلحات وعلى كل حال وصلت كل الفكرة التي تريد توضيحها بشأن تصريحات السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة كل الشكر السيد حمزة حمزة عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسي كنت معنا مباشرة من تونس فاصل قصير ونعود لاستكمال الثامنة ابقوا معنا دانت حكومة اللفاق الوطني سيطرة حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل بالقوة على المؤسسات الحكومية ولسيما مقر المجلس الأعلى في ترابلس قالت إن ما أقدمت عليه حكومة الإنقاذ يكرس الفوضى في البلاد مشهد سياسي معقد تعيشه ليبيا على وقع الأخطار الأمنية المحدقة أحمد عبد الله هو تكريس للفوضى في البلاد لعل هذه الجملة التي استخدمتها حكومة الوفاق للتعليق على الأحداث الأخيرة تلخص المشهد العام في ليبيا أمنيا تخوض قوات حكومة الوفاق الوطني معارك شرسة مع تنظيم داعش في سرد معارك تحتاج إلى استقرار سياسي يغطيها تلاشى على ما يبدو عقب خلط الأوراق السياسية في ترابلس من جديد لتعود الأمور معها إلى النقطة الصفر حكومة الإنقاذ الوطني السابقة برئاسة خليفة الغويل التي غادرت السلطة في نيسان أبريل الماضي عادت وانتزعتها بالقوة بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة عقب اقتحامها يصر لغويل على أن حكومته هي الحكومة الشرعية موجها إلى حكومة الوفاق دعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية إننا في حكومة الإنقاذ الوطني ندعو بشكل مباشر السادة في الحكومة الموقعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كنتيجة لحوارات السابقة ومطالب الشعب الليبي عودة الأمور إلى ما قبلت فاقس خيرات أعقبتها عاصفة من ردود الفعل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج دعت إلى إلقاء القبض على السياسيين الذين خططوا لهذه العملية بتهمة محاولتهم تأسيس أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند لأي مبرر قانوني أو توافقي لوجودها دولياً عبر مبوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفاته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الخارجية الأمريكية هي الأخرى أبدت دعمها لحكومة الوفاق الوطني مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس أزمة حكم جديدة تضاف إلى أزمات لم تحل أصلاً ليصبح التعقيد مرادفاً للوضع السياسي الليبي إلى العنوين زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يعتبر داعش صورة عن الإسلام الغاضب وحالة متوترة حكومة الوفاق الوطني الليبيا تنتقد السيطرة حكومة الإنقاذ على مؤسسات الدولة بالقوة السامية انتهت لتفاصيل أوفا حول أخبار العالم يمكنكم دائماً زيارة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكراً للمتابعة دمتم سالمين شكراً للمشاهدة